صاحب النظرة الجادة جداً خلال المباريات أيما كان موقف الفريق اللي بيدربه الكابتن علاء عبد العال بدأ المهمة مع فريق طلاع الجيش هذا الموسم كان فريق طلاع الجيش مخلص الموسم اللي فات في المركز الرابع قالها قبل انطلاق الموسم أنا قلت للإدارة أن الموقف مش بنفس هيبقى اللي حصل الموسم اللي فات تغييرات كتيرة أوي حصلت لعبين رحلوا لعبين انضموا وبالتالي الوضع تدريجياً هيمشي لكن تفاجأ الجميع ثلاث جولات ورحل الكابتن علاء عبد العال عن قيادة فريق طلاع الجيش وجيه مكانه الكابتن محمد يوسف فالكابتن علاء عبد العال هو الآن ضفنا في الماتش أهلا بيك كابتن علاء منور الدنيا أهلا بيك يا نزاك أخبرك إيه؟ أهلا بيك الحمد لله منور الدنيا حبيبي ربنا خلي جمورك هي كانت مفاجأة علينا فهل كانت مفاجأة عليك ولا كان فيه أي تفاصيل إحنا مش عارفينها فما كانتش مفاجأة بالنسبة لك لا لأ كانت مفاجأة لي أنا كمان برس مفاجأة آه لأنه مفيش أي مقدمات يعني أو مسببات إنما هي رؤية إدارة وإحنا خلاص يعني تعودنا على كده إحنا كمدربين يعني أنت تحت رؤية إدارة نادي مزبوط وبنحترمها يعني فإنما عايز أقول حاجة يعني أنا بالنسبة لي يعني أنا أولاً بشكر ساتة لوحسام من خدر رئيس جاهزة العسكري رجل محترم جداً 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 في الوصف يعني أنه هو يكلمني يعني يعني بعد العميد أيمد المصري المدري التنفيذي بعد يكلمني ويبلغني ويعتذر وبيبدي يعني أنه هو كان سعيد لفترة وجودي وفأنا بشكره من خلالك على الهوا على الفترة قصيرة جداً أه قصيرة جداً اللي أنا عبدتها في نادي طلع الجيش حسيبهم بالأيام؟ لا بالأيام لا بس أعتقد أننا بالضبط بدأت بالضبط عشرة تسعة أه عشرة تسعة أه عشرة تسعة أه النهاردة كان؟ بنتكلم عن النهاردة دخلنا في سبعة نوبمبر سبعة نوبمبر والقرار كان من أربعة أيام أه يعني حوالي أقل يعني من شهر أه لا أقل من شهرين يعني شهر وشهرين أه لايبنا فيهم من ثلاث مبريات أه فبقول الحمد لله يعني أنا أنا عن نفسي أنا راضي عن ما قدمته في الفترة قصيرة لنادي طرع الجيش أنا هتكلم بس عني كمدير فني يعني اللي هي اسمي في الدوري أه أن أنا لم أقصر مع الفريق أه الفريق أه لم يبقى منه غير عنصرين فقط أساسيين كانوا بيلعبوا بصفة شبه مستمر رحمة سمير وزولة وزولة الموش من اللي فات فبالتالي أها نضم مع ناصر كويسة وكل حاجة النظم طبعاً بتتكلم في أتنين بس اللي بقين من القوام الرئيسي فأن أنت تعمل فرقة بالشكل ده لازم تبقى عايزة وقت واستمر إليها ومع ذلك البداية كانت إلى حد ما جيدة يعني تعاد المباراة فوز هزيمة من الاتحاد في السكندرية هل ممكن هزيمة الاتحاد بالطريقة بتاعت أن أنت متقدم ثم تخسر بثلاثية في الأوقات الأخيرة تكون من أسباب الاستقال أو الرحيم؟ حقاً تتكلم الاتحاد السكندرية هيبقى من فرق اللي أشأناها الموسم ده معهم رئيس نادي موصل لهم كل حاجة الحاجة لحمد مصالحي معهم سكواد لعيبة عالي جداً معهم جمهور عظيم جمهور أنا مش عايز أقول لك في كانوا عاملين ماتش الجمهور كان عامل ماتش قدامكم كان داعم جداً للعيبين معهم مدير فن على مستوى عالي يعني أنا شايف مدير فني ده ممتاز طور كتير جداً من أداء لعيبين فخسرتك من الاتحاد في ملعبه في السكندرية وانت ند بالند معه يعني أنا عايز أقول لك على حاجة والله هاي أنا كنت تسعرين جداً بعد المباراة وإزاي أخسر تلاتة من يومين بالضبط المباراة بتتعاد أنا أحبش تتفرج على المباراة بالذات اللي بتغيرب فيها باز على الأول فقلت لأ عادة أتفرج لأ اتفرجت لأ إحنا كنا ند بالند مع الاتحاد في الشوت الأول والشوت التاني ممكن هما ضغطونا شوية بس حتى الأهداف اللي دخلت فينا بأخطاء فردية يعني فلاقيت لأ إحنا إحنا الفريق طالع الجيش بالتغييرات اللي حصرت دي لأ كنا عملين مباراة كبيرة وبعدين إنت اتنين واحد والهدف التالت دا أنت عارف بييجي دايما خلاص السواني الأخيرة ما يتحسبش زي ما فريرة قال في الجولة التانية في مدش الأهل والزمال بس يعني إنت برضو بتبقى نتيجة أخطاء اللعبة مركزة في أنها عايز تتعادل فبالتالي بيجي على حساب أجزاء تانية داخل المباراة فبالتالي لأ مش معتقدش أن ده سبب رئيسي كمل تقييمك لرحلتك اللي يعني إنك قلت أنه أنت مش حاسس بأي تأثير وراضي عن اللي قدمته حتى مع اتخاذ القرار اللي حصل من جانب إدارة طلاع الجيش إيه اللي ممكن تكون قدمته وكان هينتظر منه نتائج في المرحلة التالية كابتن علاء لا اللي قدمته إن أولا أنت طلاع الجيش بقى لقتها من موسم بيبدأ وحش جدا يعني أخيرها موسم المنقضي اللي فات أنت لغاية الأسبوع التالية ما عندهش غربونت واحد مزبوط ومع ذلك إنها رابح ليه لأن أنت دايماً بيبقى فيه تغيير فبالتالي بيباني الشغل على المدى البعيد شغير ومع ذلك أنت على مدى قصير لا أنت بدأت في ثلاث مباريات باربع نقاط فرق أعتى منك ومستقرة فنيا نهي الأسبوع التالية اللي ننتهي تحتيك نظبوط ما جابتش وصرفها كتير زي مين لا يعني يعني بنتكلم إسماعيلي بتكلم في إمبي لعبة أربع مباريات عنده اتنين بونت بتكلم فانديا كتير هم مصري تحتيك سيراميكا تحتيك سيراميكا تراتة بونت بنت أربعة بونت وهكذا أنا ماشي وهو اللي طلع الجيش في المركز الثامن متساوي مع أعتقد فيوتشر أربعة نقاط أيوة فوقيك البنك الأهلي وفرقه خمس نقاط يعني انت بتكلم في يعني انت قريب من من السالسة أورا أو الخامس أو لا هو ما نقدرش نقول إن فيه سوق نتائج ما نقدرش نقول لا فهي هي رؤية وأنا بحترمها تماما وأكيد في حاجة هم عارفينها يعني البعض قال فاكر مباراة الاتحاد نفسها لما استبدلت أحمد سمير وخالد أمر وهو خارج أحمد سمير إيه اللي حصل لو اللي هو خارج كان متضايق من قرار الاستبدال لا هو أحمد طبعا لم تكن مشدود وأحمد طلاف يعني أعتقد بيكلم أحد أعضاء الجهاز يعني إن هو يعني زعلان هو رئيس فالتور عودي أحمد يعني فأنا لفيت عشان الأمور تبقى هادية من جدا الحفاظ على العدو أه هادية فأه ده بس اللي حصل يعني إنما لما نيجي نتكلم بقى لو كلهم دير فأني بقى غاية نتين العيبة ولا غاية العيب والفرقة خسرتي أكيد ما أعتقدش إن هو ده سبب إنما لا بالعكس أنا برضو أقول لك تاني لما تفرجت على المباراة أنا قلت ممكن كنت غلطان لا لما تفرجت على المباراة حتى الموزيح نفسه كان بيستغرب من أداء أحمد سبيل في الملعب يعني فيه ميس باس كتير وكلام ده كله فلا أنا كان تغيراتي صح ولعبت على الوقت ده اللي تحقن ضغطني بشكل كبير وقلت ألعب على السرعات كريم طارق وأشرف مجد لما نزل والخواجة إنما هو توفيق وعدم توفيق مداش أريحية للاتحاد السكندري أن يضغط بكثافة أكتر التغييرة دي سواء خالد سنت نازل معلاش وما تغيره في دقيقة ستة وخمسين من الشوت تاني يعني بعد حوالي 11 دقيقة أو 12 دقيقة من بداية الشوت تاني أنت من ساعة نزلت الشوت التاني وانت مضغوط يعني بالعكس إمكاني أنا بعد التغييرة بدأنا نمسي وانا ونوصل لملعب للاتحاد شوية إنما أنت الغاية عندما عملت التغييرين أنت كنت محطوط في نص ملعبك للاتحاد بالعكس يعني أنا مش مع الكلام ده وما أعتقدش إنه هو ده السببب إنه ممكن يبدأ سبب يعني مش منطق لا أنت تتكلم برضو نتائج أنت طبيعي جدا أن أنت تتغيير من الاتحاد عادي جدا أن أنت تتغيير طيب شكل موسم طلاقع الجيش وأنا هنا بتكلم مع مدرب هو اللي قاد فترة الإعداد هو اللي شاف الفرقة هو اللي تدرج معها في أول ثلاث ماتشات هندخلنا على فترة إعداد جديدة إيه المتوقع من طلاقع الجيش أن يحصده في نهاية الموسم لا هو الدوري السردي صعب والفرق كتير جدا نعمل بشكل جيد وهنا هيرجع بعد التوفيق وعدم التوفيق طريقة اللعب إزاي تحصد النقاط إزاي ما قلت حكذا أن في أندية يعني صرف ملايين الملايين وعزلك تحت طلاق الجيش هل أندية هتستمر كده هتبقى في انتفاضة في أندية سبقة فوق هل هتستمر فوق مضموط صحب فلا للسالف فبالنسبة للتراجج لا فيه فيه لعبات موجودة بشكل كويس وبتمنى طبعا التوفيق يوصلوا لأفضل حاجة وبتمنى طبعا التوفيق للكابتن محمد يوسف عودة من جديد للتدريب في الدوري الممتاز واتمنى يعني أنهم بحقوا أفضل مركز لنما عايز أقول يعني دايما الناس ربطة يعني دايما عشان نشير الضغوط على الكابتن محمد يوسف دايما يقول لك طلعا الجيش نهى الموسم مركز الرابع في المفهول كرة مش كده أنت سوريا المقصر الموسم قبل اللي فات مع كابتن عاب جلال أعتقد نهى الموسم مركز تاني تاني ده من من حوالي 3 أو 4 من 2017 أين المقصر الآن يعني حبط من الممتاز الموسم السبب الموسم اللي قبل اللي فات المقاولين كان منافس على المركز التاني والتالت السبب أن الاستمرارية مش أمر ضروري أنها تحصل على مستوى أن اللي خلصت رابع تبقى رابع أو أحسن الموسم لأن الاستمرارية عليها عواملها يعني نيجي نقول الأهلي مثلا وليه الأهلي دايما مستمر على المنافس على الدوري أو الزمالك عوالية عوامل الجماهيرية الاستقرار الفني الاستقرار الإداري دايما بيجيب اللعيبة الأفضل مزبوط تمام فبالتالي هنا بتستمر أو بيبقى في الاستمرارية عكس بعض الأندية دايما بيقولك لا أنا في لعيب كويس برز عندي والله جاي له عرض أو عايز عن مثلا على الأندية اللي هي ما فيهش استمرارية فبتفرض في اللعيبة يعني فالأهل والزمالك بيدور زي استقطبوا اللاعبين الأكفاء أندية أخرى لا لو فيه عرض مناسب ماديا اللي يبقى لا نبيع بالظبط كده عشان كده الاستمرارية دي ديها عوامل كبيرة طلاعي الجيش راجع من التوقف على أهلي في زمالك كان نفسك تقود المباراتين دول بتحب لقاءة الأهل والزمالك صح طبعا كان أهل زمالك مصري تلات ما تشت من العيار السقيل زي ما نقول يعني أنا بحب أنا المبارات الكبيرة إنما خلاص يعني أنا مسيرتي انتهت مع نايتر على الجيش وتمنى له التوفيق وبشكر تاني للإدارة وكيادات وأنا يا علاء ابني من ابناء المؤسسة المؤسسة العسكرية نظبوط الشقيق الشقيق المؤسسة العسكرية القوات المسلح أنا من نهاية الشرطة فبقول الحمد لله الكل يعلم إن أنا لم أقصر كل يعلم إن أنا قديت خلال فترة قصيرة دي والنتاج الحمد لله إلى حد ما جيدة أتمنى بالتوفيق إن شاء الله للفترة جاء لك عروض بعد الرحيل في الأيام التالية بما أنه هي يعني فيه اسم بيمشي فبالتالي فيه اسم متاح وبالتالي الأسماء دائما ما هي موجودة والتغييرات دائما ما بتحدث فقال حصل الأيام اللي فاتت دي كابتن علاء لا أصلا أنت ملحقتي شوالا هيجي لك عروض لو فيه متاح عندها بتغيير إنما إن كلنا نعلم إنه ما فيش غير نادي واحد أسوان هو أسوان يمكن حصل حديث بيني وبين أكثر من شخص من خارج الإدارة تمام يعني ووكالا يعني ويستطلعوا رأيي يعني كل الاحترام طبعا لنادي أسوان لما ما تطرقتش الموضوع من أساس معهم يعني يعني حتى لا بعد إذنكم ما يتفتحش يعني ليه؟ لا نادي أسوان أنا خط معاتها جربة وكت ماشي بشكل كويس جدا وبرضو كانت مفاجأة للجميع يعني قبل نهاية الدورة بتسع مباريات أو عشر مباريات الإدارة السابقة طبعا خدتك رب الرحيل رغم إن أنا يعني كنت على ثقة تماما أن أسوان يبقى في الدورة إن شاء الله والسنة دي اللي هو هبط فيها أسوان كان نعتقد خلو كابتين أحمد دي وهو اللي يكمل مزبوط فمش يعني خلاص يعني ما كنتش راضي إن أنا أو أواصل إن أنا تعيد التجربة حتى لو مع إدارة مختلفة كل احترام طبعا للإدارة نادا أسوان ويمكن سمعتهم داخل حوليك مع المستشار الشفعي صالح أتمنى أنه بالتوفيق مع الكابتل آيمن الرمادي إن شاء الله يبقى اختيار موافق وأعتقد إن زكاء من الكابتل من آيمن الرمادي إن هو يوافق ليه؟ هو بعيد عن الكرة المصرية عودة للسوق المصرية هو مش عودة لأنه يعني بداية في السوق المصرية هو طبعا اسمه معروف كلاعب وكمدرب في الخارج بالضبط كده فهو زكاء منه إن هو بيعرض نفسه يمكن كلنا قرينا أكثر من مرة إن المقابل المادي اللي عرضه نادا أسوان هو لعق كما بين اختياره لبعض المدربين فبالتالي الكابتل آيمن ممكن يبقاش فارق مع المقابل المادي أقدم فارق معا إنه هو يقدم اسمه وطبعا تجربة جديدة نتمنى للتوفيق فيه وده كان سبب برضو من إنك تقول لا ما تفتحوش الموضوع لأنك عارف الظروف المادية وبالتالي ده هيكون غير لائق من وجهة نظرك بالنسبة للكابتل آيمن عبد العالي ممكن بس مش هو ده السبب رئيسي يعني السبب سبب من الأسباب السبب من الأسباب إنما يعني يعني السبب الرئيسي إن أنا محبتش أخذ الطاجور التاني بالشكل اللي أخدته بيقابل كده طيب نطلع لفاصل وبعد الفاصل نكمل مع الكابتن علي عبد العالي الموديل الفني السابق لطلاقع الجيش وهنتكلم أكيد بقى عن المنتخب وعن الأهلي والزمالك وعن الدوري ككل خليكم موجودين معنا بعض الفاصل أهلا بيكم مرة تانية في الماتش ولسا منوارنا الكابتن علي عبد العال الموديل الفني المخضر من العديد من الأندية أخرها طلاقع الجيش أهلا بيك أهلا بيك أهلا بيك كنا نستعرض الفيديو دلوقتي بتاعك لاتنبرج وهو بيتكلم على المباريات بتاعك الجولة الثالثة إيه راكم الدين في فكرة أن كلااتنبرج يطلع ويجيب أبرز الحالات ويجيب لنا الحكام قالوا إيه لبعض ثم يؤكد أو ينفي القرار من صحته أو عدمه أولا الشيء جديد علينا أنا من وجهة نظر شيء رائع أن أنت بتجيب الحالة وما دار بين حكم البار وحكم الساحة أو الملعب دي بتدي شفافية للجمهور والمشاهد ولللاعبين والمدربين أن لا يعني وهيبان بقى من المخطئ يعني سواء لصالح الفريق أو لصالح الحكم أو حكم البار شيء جديد بحييه عليه وبشكوره عليه وأنا شايف لا التحكيم لغاية دلوقتي في الثلاث جولات لا مختلف خالص عن فعلا إيه لاختلافات اختلافات للأحسن للأحسن أخطأ أقل حكام الفار يعني واخدين بالهم بشكل أفضل برضو حتة الجديدة اللي حتة الجديدة اللي بتسيب القوة شغالة في الملعب ما تصفرش رغم أنه برضو بتتفوت من من حكم لحكم من حكم لحكم إنما مع الوقت هيعرفه أعتقد ده شيء جيد جدا النهاردة بتفرج على مبارات الدول الإنجليزي لا فكورات قوة مشتركة وكل يقول لك فور وتلاقي الحكم يقول لك استمر في اللعب بس فيه لقاطات في الدول الإنجليزي برضو بتجننك مبارح كانسلو اضطرد اضطرد بسبب دخلة كده وهو واحد راح منفرد فقال لك بس هي في زقة حتى لو زقة خفيفة هيزقة ومنع انفراد فطرد النهاردة روبرتسون في ماتش توتنام كرة شبهها ما تحسبتش منالتي أساسا أول الأسبوع اللي فات هالند دخل وهو بعد ما رأس الحارس راح دخل بكتفه وكمل وجاب جول فتبقاش فاهم فيه لقاطات كيف تحسن هي نفس اللقطة بس بقرارات مختلفة فما تفهمش ده طبيعي هنا الجدل في كرة القدم وده حلوتها من حكم لآخر إنما المشكلة يبقى نفس الحكم في نفس المباراة يعني إنما من مباراة أخرى أو من حكم لآخر خلاص دي بقى بيرجعوا بقى لانجة الحكام تشوف الحكم صح ولا غلط تعجب أو ما تعجبوش إنما نفس المباراة ما هنتأكدش هيبقى فيها الكلام ده أنا بس تعليقا على الفيديو اللي كان بيتكلم فيه كلاتنبرج دلوقتي أنا كان معايا كابتن جهاد جريشا يوم الماتش بتاع الأهلي والداخلية ده الآن يكسب خمسة أربعة كده كده ده كان الهدف الخامس ده الهدف الخامس بالزبط فقالي ما أثرتش على نتيجة المباراة لكن الحكم أخطأ حكم البار باستدعاء الحكم وأنه ورّت الحكم بأن خطوط كانت محطوطة غلط وقالت له وأنا دي وجهة نظلة دايما هو إحنا إزاي ممكن نخلي حكمنا بعنينا إنه أدق من حكم خطوط محطوطة وكمبيوتر بيتحرك فيها فلاقيت إن كلاتنبرج بيؤكد على صحة قرار حكم البار باستدعاء وبالتالي إلغاء الهدف وهو شرحها لنا هو علميا يعني إنه هو بتحط أولا بتحرك الكورة من وقت ما يتحركت من رجل المهاجم ثانيا بتحطه عند أبعض نقطة في كتف المهاجم وأبعض نقطة في رجل المدافع وبعدها الكمبيوتر بتقنية اسمها سلسية الأبعاد 3D هي اللي بتقرر لك اللاعب ده متسلل ولا لأ تمام فبالتالي عندنا عمراء ما تحكم يعني تقريبك في اللقطة دي لا هي أنا برضه كنت بشهاد مباراة ولما لقيت الفر تدخل أنا قلت إن فيها شك إنها في صايد وممكن حكم الهدف وبالفعل اتلغى إنما أنا عايز أسأل سؤالي يعني إيه الخطوط تتحط الغلط يعني محترم لك أقول لك كنت نجاد جريش يعني إيه الخطوط تتحط الغلط لما سألتهم لما سألت مين برضه يقول لك إنه هو لا اختار بدل ما اختار آخر حتة في الكتف مثلا اختار حتة بعدها أو آخر حتة في الرجل اختار حتة قبلها فبالتالي الخطوط ما ترسمتش صح بتاعت المدافع والمهاجم فطلع لك قرار خاطئ لا ما يعني أعتقد إن يعني الموسم ده ما وجود الخابير المحكيم الأجنبي أعتقد الدنيا تختلف كل حكم بوار هيبقى دقيق جدا في وضع النقطة والخطوط الصحيحة أنا أعتقد إنه هيتحاسب بشكل كبير وخاصة إن كل الأندية وغدا بالها من ما حدث في بعض المباراة للموسم اللي فات يعني التحكيم المفروض ينقى بنفسه تماما صح عن أي مجدد ولازم يكون واثق في نفسه وقت اتخاذ القرار وما يركزش مع الناس هتقولي علي بعد المباراة بالضبط أنا بحكم باللي أنا شايفه خلاص بالضبط طيب عايز ألك على هل من شروط عندك لأن تتولى مسئولية أي فريق في خلال الموسم ده بما إنه انتهت تجربة تلاعي الجيش مبكرا ولا بتحسبها بنانا على إيه كابتن علي معليش سؤالتان هنا إنت رفضت مثلا إنك تفتح أساسا كلام مع أسوان لما تقال من ناس من بره لأنك عندك أسبابك فهل عندك معايير حاطتها لقبول قبول تولي مسئولية أي نادي أو رفض تولي المسئولية آه يعني يعني لا الاختيال لازم بعناية هذه المرة لأن تبقى برضو للاشتراطات لجنة ربط الأندية ما لكش غير نادي تاني ما لوجه غير أعلى يعني لو وقيل أو النادي قدم على التنظار ما لوجه غير نادي تاني فبالتالي من ضمن الشروط إن النادي أو الفريق يبقى كويس مستقر إداريا مستقر فنيا عنده سكواد لأيبار أنا شايف من وجهة نظر أني أقدر أكامل بيهم الموسم بشكل كويس تمام يبقى هذا النادي فعلا جايب على عبد العيل عشان يستمر معه لنهاية الموسم يعني مقدرين وجود علاء فيستمر لنهاية الموسم ويبقى فيه اتفاق مسبق وخاصة أن الفرصة الأخيرة لأي واحد في مكان أيوة في نفس الموسم نما اللي عايز أقوله برضو يعني ممكن يعني كويس أن أنت برضو أثرت الموضوع ده أريد أنا خبر للنائب أحمد دياب رئيس سابط الأن دياب أن النادي له الحق في تغيير أي عدد من المدربين خلال الموسم والمدرب له نادي واحد فقط ده في حالك كمان إيه إذا أقيل حتى إذا أقيل طب لو اعتذر طب ما ممكن نحنش يعني ما ممكن الاعتذار ده نتيجة أن أشياء داخل النادي هو مش مرتاح ليها يعني مش حاسب نفسه لا فيه مدايقات طب ليه تظلم المدرب لا أنت لازم يبقى فيه هي مسألة برضو لتقنين الأمر شوية لأنه يعني بنشوفها برضو كانت كتير قوي مدرب يمسك النهاردة تاني يوم يروح أي لا شكرا سلام يروح ماسك فريق تاني وفريق تاني يبقى بمدرب فجأة يروح معتدر المدرب عشان عنده عرض أقوى فبردو كانت صعبة شوية يعني ليه مكان ننهاش الأندية يعني إيه برضو نادي معليش محترمنا كل الأندية زي مكان ننتهى للمدرب مع المدرب يقول لك والله أنا المدرب طبعا غلطان أنا هامش من هنا عشان جاي لعرض أكثر من من النادي اللي أنا فيه فيقوم ماشي من هنا و تاني يوم تلاقيه في النادي الأخر لفهم ها المدرب غلطان طبعا أنه هو ترك النادي في ظروف بدون مسببات أو مسبقات وعشان خاطر مبلغ زيالة طب ما أنت برضو كنادي فجأت المدرب فاني بأنه هو برا النادي مرة واحدة وبالتالي هيعن بالفترة وأنا أعتقد أنه برضو من ضمن الحاجات اللي ممكن يحطوها ربط الأدية أن النادي لو أقل المدرب مش حاسمها شرط جزائي النادي يلتزم بعهده كامل لغاية ما هذا المدرب يلاقي مكان تاني ده بيحصل في أوروبا ده لازم يعني أنت النادي بيلتزم مع اللاعب مع هذا الأساس يعني النادي ملزم عشان كده النادي بيفكر ألف مرة قبل ما يقول لك اللاعب ده يقعد في البيت لأنه ملتزم مع بعهد طب لماذا يعني لا يتقرر هذا مع المدير الفاني نقطة مهمة وسؤال مهم أول ما حصل القرار لقيت نسكة بلي في التعليقات هو العلاع عبد العالي يعني الدخلية طبعا الدخلية بيدربهم فريق مدرب محترم الكابتن رضا شحاتا طبعا لكن هل الدخلية تكلموا معك قبل تولي الكابتن رضا شحاتا بعد ما صعدوا لا يعني كان فيه مش مش لا فيه كل كان يقول يعني خلاص الدخلية صعد يبقى على عبد العالم تعالى وكده إنما ما حصلش كلام رسمي لأن أنا برضو أولا كنت مع إستر كامباني وبعدين أنا مجرد انتهاء المباراة مع نادي الزمالك الثاني يوم أنا كنت افتراعي الجيش على طول إنما قبلها كان نادي الدخلية جاب كابتن رضا شحاتا لأن كان الأندية اللي هي خلاصة بادريد الممتاز بالله يا صعدت كان لازم تدور على مدير فنية قدها مزبوط ما كانوش هيستنوا لغاية بعد نهاية الدوري سواء العلاقة أو غير علاقة فبالتالي كان خلاص تسكن الكابتن رضا شحاتا وكابتن رباية سيل في أسوان هو أحمد أيوب في الحرس فبالتالي ما كانش فيه مجال نبقى فيه كلام ولا إذا كانوا بقى عايزين على عبد العالم كانت تروا ينتظروا غاية نهاية الموسم مزبوط وده كان يأخرهم قوي أول مواجهة ليك في الدوري كانت قدام الداخلية انتهت بالتعادل السلب الداخلية كان حتى في فترات أفضل من طلاع الجيش في المباراة شفت إزاي الفريق الداخلية في البدايات سواء فيما تشوهم معاك أو فيما لعبة بعدها من مباراة بص يمكن برضو البعض قال إن طلاع الجيش ما كانش كواس في المباراة إحنا فعلا ما كناش كواسية وبالتالي أنت دائما البدايات بتبقى صعبة إنت لو بتبص البدايات كس العالم تلاقي مثلا منتخب الدولة المضيفة اللي هو كان مثلا الأرجنتين أعتقد في مرة من مرات لعب الكاميرون وخسر واحد سفر أو أحد الأندياء الأفريقية منتخب أفريقي آه تمام أحد المنتخبات الأفريقية نادي الأهلي في دور المجموعات لما بيخش بتلاقي بيصعد بالعفلية ده نتيجة أن أنت ما انتش بتبقى عارف الأندياء اللي قدامك أو المنتخبات اللي قدامك عاملها زيك ده بالضبط اللي حصل مع الداخلية الداخلية صادين وعندهم دوافع كبيرة جدا أنت لا تعلم عنهم أي شيء عكس هم يعلموا عنك كل شيء بنسبة كبيرة فكانت مباراة صعبة مع فريق مجهول انتهت بالتعادل هم كانوا في بعض الفترات زي ما أنت مقلت كانوا كويسين ومع ذلك احنا كنا ممكن ننهي المباراة لصالحنا في الدهائلة الأخيرة لو لا تقلق رضا السيد فكانت مباراة تعطى كنتهت بنتيجة عادلة نتيجة عادلة توصد الأرجنتين والكاميرون منديال تسعين أيوة إيطاليا كان واحد صفر فعلا المنتخب الكاميرون في بداية البطول ومع ذلك الأرجنتين الفريق إيطاليا 82 هم نرجع للزمن هم نحن بدأ بداية وحشة جدا وهي بخير كاس العالم في النهاية وهكذا طيب بمناسبة كاس العالم توقعتك إيه اللي انت منتظره من منديال قطر سواء فنيا أو تنظيميا شايف مين اللي ممكن يبقى الفريق اللي بياخد البطولة بيحاق المفاجأة حكيلي كده عن نظرتك قبل أيام قليلة من انطلاق المنديال لا أولا يعني يعني أنا مش متعبعة طبعا انا انتخابت لأنه ما فيش يعني لا إنما لما نيجي نتكلم من خلال بطولة أوروبا أنا شايف طبعا منتخب الألماني منتخب الإيطالي كويس جدا طبعا إيطاليا كده كده مش موجودين في المنديال في طبعا برازيل في أرجنتين الأرجنتين ممكن ياخدوها مين كاس العالم الأرجنتين ميسي ما أعتقدش ميسي مش هو بقى ميسي زي كده يعني إنما ما أعتقدش لأنه خضنا عام أكتر من كاس العالم قبل كده ما حصلش الناس بيبصولها أن يتفكر نحس خد كوبا أمريكا فهو بقى رايح يعتزل ياخد كاس العالم يستحقاه في نهاية مسرته ما أعتقدش هو لعب واحد فقط اللي جاب لمنتخبه كاس العالم هو مارادونا أنت لو خيرت شكلك كده ما بين مارادونا وميسي هتقول مارادونا لا ميسي لعب خرافي طبعا إنما لما منيجي بالمنطق والعقل والتفراج وكلنا على مارادونا لا ده أسطورة أسطورة جاب فعلا هو جاب كاس العالم لمنتخبه والكاس العالم التاني كان أقرب لا حاجة قصة عيه الأهلي توجه بالسوبر وحصد تسع نقاط في بداية المسابقة حتى الآن شايف إزاي شكل الأهلي في أول الموسم الناس اتفقدت النادي الأهلي إن لم يعقد سفقات كتير واضح إن الموضوع كان مدروس في النادي الأهلي احتياجاتهم إيه هم أخذوا قرار خطير ومهم جدا في نهاية المسلم اللي فات بإراحة اللعب المهم جدا إن أنت تبقى عارف تشخيص المرض وتعالجه لأن لو شخصت كويش تدت عالجه وقوة تشخيصهم إن اللعبة كانت مجهدة ومرعكة وخذوا القرار بنائس بطولة كانت آه بعيدة بس كان فيه أمل برضو إنما قال لك لأ هنرايح لعبتنا لنت تشارك باستمرار وخذوا قرارا براحتهم عشان يبدأوا موسم جديد مجبولين على أكتر من بطولة يعني شايف يا كابتن إن الأهلي مش محتاج قيمته بمستوى الحالي بتؤكد إنه بلا ثغرات ما كانش فعلا محتاج عدد من السفقات الأخرى لا هو كان المفروض إنه هو يعني كنت أعرف إنه هو تفاوض مع أكتر من لاعب أبنائي أكتر من جناح أبنائي بس ما وفقش عشان نواحي المادية أعتقد دولك أنا برضو هيبقوا إضافة إنما أنا شايف في اللعبة المصريين الموجودين في النادي الآلي هم الأفضل التواجدة لأنهما مستمرين وعارفين طبيعة النادي الآلي إنما الشيء الجديد هو تطوير أداء بعض اللاعبين في الملعب أيوة يعني زي طاهر محمد طاهر آه لا تم تطوير أداءه إيه اللي اختلف طاهر لا طاهر يمكن كان فيه النعم العشوائية شوية في أداءه في مبورات كتيرة بيتغير من أكتر مكان لا أنا شايف الرجل كولر موظف بشكل جيد لا طاهر بدأ يركز في الشغر بتاعه كريم فؤاد كريم فؤاد تم توظيفه بشكل جاي جدا بقى ورق رابحة دلوقتي للنادي الآلي عودة أكرم توفيق عودة محمود متولي متولي كان مفاهم بالبعيد جدا أنت بتتكلم في لعبة أكي أنك اشتريتهم بالضبط يعني موجود أليو ديانج عمر السلية حمد فتح أفشة طوى من أداءه سافيو لا لا يعني واضح أن هذا المدرب راجل عارف وظف راجته بشكل كويس عارف إمكانياته ومقدرته بالمناسبة سافيو وكهرام النهاردة ما حضروش المرام بسبب نزلة برد لكن انتظارا لأنهما يتعافي يعني من الإصابة أو بالبرد فرجعوا للتدريبات مرة أخرى في الوقت أليو ديانج تدريجيا بينزل إلى التدريبات بعد الإصابة العضلية اللي كانت لحقت به وغيبته عن المباراة الماضية وقبلها سواء في السوبر أمام الزمالك أو في الداخلية في آخر مباراة في الدوري قبل التوقف الزمالك تعادل أمام أمبي قبل خسارة بطولة من مباراة أمام الأهلي في السوبر شايف إزاي بدايات الزمالك كابتن علي يعني طبعا النتاج بتقول يعني نحن النتاج بتقول إن الزمالك بداياته مش مش على ما أنه عليه المسلم اللي فات خسارة بطولة صوبر من الأهلي بداية متعا السيرف الدوري يعني حتى رغم فوزه على سيراميكا لما شوفنا سيراميكا كان نوصل لمرمز مالك أكتر من مرة ويمكن أكتر من هدف وتم إلغاء للتسلل وطبعا قرارات صحيحة طبعا التعادل مع أمبي سيبك كمان من النتيجة أنا أتكلم عن أداء مستوى يعني أنا شايف أن الأداء أقل كتير جدا حتى في العيبة كان أداء أعلى من كده لا بدأ الأداء يهبط أداءهم المباراة الأخيرة مع أمبي خاصة النشوة التانية لا يضيك باسم نادي زماري لازم يستغلوا الفترة دي للاستعادة هبتهم تاني رغم من وجود صفقات كبيرة بس لازم الصفقات دي تكون مؤسعة بشكل جيد طيب فقرة الصور هنستعرض كم صورة من غير أسئلة هتقول كلمة رأي سؤال حدث أي حاجة تخص صاحب الصورة الصورة الأولى الكابتن رضا شحاتة رضا أخه صديق وهو بتولى إدارة فنية لنادي الداخلية اللي أنا باعتبره ابني يعني النشأ تحت إداية فريد الداخلية من الكسم التاني الممتاز تم المواسم الطالية يا رب تمنا للتوفيق في مهمته مع نادي الداخلية نقطة من ثلاث مباريات للداخلية حتى الآن الصورة التالية أحمد سمير لاعبك السابق في طلاع الجيش وفي الداخلية زمان أحمد سمير ده ابني يعني برضو ده نمطلعه نادي الداخلية عنده 18 سنة لعب كويس قوي وملتزم بس من كين حتى ونفطلع الجيش كنت بقوله أنت أعلى من كده وإمكانتك أعلى من كده حافظة على نفسك وإدي أكتر من كده صحيح كان جاي له عرض معايشة في مارسيليا في 2012 ورفضت لا بالعكس اللي حصل مش 2012 ده قريب يعني 2015 و16 كنت ماسك الداخلية حضري ده وكان معاك كنت ماسك الداخلية وجاله عرض برة أعتقد بازل السويسري أو في فرنسا حاجة زي كده وجي الوكيل وللأسف هو في الوقت ده كان وقع على عقود لنادي الزماري وبدأ الاختيار كنا في مكتب سيد مساعد وزير الاختيار الأفراد برئيس النادي وجي الوكيل بتاعه من هنا وجي الوكيل بتاعه من هنا جاي العرض الأوروبي والعرض النادي الزمالي وجيبنا احمد سمير وكان الاختيار فيه ده احمد سمير فاختار احمد سمير اختار الزمالي وعدها مستر روي فيتوريا المدير الفني لمنتخبنا الوطني مهم صعب و يا رب هو جاي لمهم أنه هو يوصلنا كاسعالم ويغير من شكل وداء المنتخب ان شاء الله يوصل فيها بإذن الله قيمته ايه رأيك فيها اللي أعلنها فيها الكويس وفيها الوحش يعني يعني زي ما قلنا بس يعني طبعا ينقصه طبعا لعبنا دي فيوتشار ونادي بيرامل والمحترفين فأعتقد مين اللي استغربت انضمامه أسماء أسماء يعني أنا شايف أن عبدالله معنا طبعا مش أنا بس الكل لأن يعني يعني بعيد ما خدش غير ربع ساعة في الفترة الأخيرة شايف مصطفى عبدالرقو في حرص الحدود اللاعب كويس آه بس يعني لسه بدل عليه في أفضل منه شايف معلش محترامي برضو كبير لي محمود علاء الاتحاد أنا شايف أني كان ممكن في أفضل منه في الدوري يعني يعني هو خده بخبرة برضو أنه هو افتقد الوينش فضم لعب منتخبات زي محمود علاء كما في ياسر ياسر إبراهيم عكس ياسر يعني شارك في وجود محمود علاء بطولة أم أفريكا الأخيرة شارك ياسر أكتب من محمود علاء صورتين أخيرتين ابنك حسام بولو بباركله طبعا لوصوله كاسل العالم لكرة الشتية وهو حسام مكتهد فرمتنا بيدينه يعني لعب مغمور وجاي من قسم الثالث نادي الشمس وعنده 32 سنة ويصبح هداف الدوره ممتاز موسمين وربع ده يعني حاجات تحسابله ووصوله في نهاية مشواره كاسل العالم صح لكرة الشتية صح صورة الأخيرة رونالدينيو يعني أعتقد أنها صورة للتاريخ للتاريخ ده بالنسبة لرونالدينيو لا منزل عادة طبعا رونالدينيو طبعا نجم كبير وعلى فكرة كنت بعتزي جدا بالفترة اللي قدتها في إستر كامبراني ناس على مستوى محترم جدا الأستاذ هني أعمال والمهندس ناصر العزيز والباقي الإخوة ففترة كانت جميلة ويمكن بوجود كمان رونالدينيو الفتر كابتن علاء نورتنا كالعادة اتشرفنا جدا بوجودك ونراك قريبا في الملاعب مرة تانية إن شاء الله هني تشوف هني أنا دسعيت بوجودي وأنا دايما رأيي فيك إن أنت محاور جاي جدا وحاجة محترمة نورتنا وشرفتنا كابتن علي نورنا الكابتن علي عبد العال وإنتو كمان نورتونا النهاردة وبإذن الله غدا في تمام الحديثة عشر مساء اللقاء جديد مع الماتش فتحيات كل فريق العمل وتحياتي هني هتحوز إلى اللقاء